اشتركوا في القناة 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 تساوي V على A نبدأ في أول تمرين في هذا التمرين طلب مننا حساب المقاومة R1 حيث هذه المقاومة R1 يجدازها تيار شدته C.1 أمبير لذلك أتمنى منكم أن توقفوا الفيديو وتحاولوا في التمرين وبعد انتهاء من المحاولة أعيدوا تشغيل الفيديو ولاحظوا الإجابة النموذجية الآن نبدأ في حل تمرين رقم 1 طلب مننا حساب المقاومة R1 في هذه الحالة نبدأ بأول قانون وهو قانون الأوم إذن في R1 ماذا تساوي تساوي R1 في التيار الذي يجتازها A. كما تلاحظون طلب مننا حساب R1 إذن نستخرج علاقة R1 إذن R1 ماذا تساوي تساوي في R1 على التيار. كما تلاحظون التيار معلوم أما VR1 مجهول في هذه الحالة نلجأ إلى قانون العروات ومن لديه مشكلة في القانون العروات يعود إلى حصة رقم 1 نذهب إلى قانون العروات كما تلاحظون أولا نعين استقطابية مولد الجهد استقطابيته مع اتجاه التيار كما تلاحظون اتجاه تيار من قطب الموجب إلى قطب السالب ثم نعين استقطابية النواق الأومية تكون عكس التيار ثم نعين عروة باتجاه العقارب الساعة ونستخرج عبارة قانون العروات ويساوي VCC مع العروة ناقص VR1 عكس العروة ناقص VR2 عكس العروة يساوي صفر إذن VR1 ماذا يساوي يساوي VCC ناقص VR2 هذه العبارة نعوضها في العبارة رقم 1 إذن VR1 يساوي VCC ناقص في VR2 على E VCC معلومة تساوي 12V ناقص في VR2 كذلك معلومة وتساوي 6V على التيار الكلي وهو 0.1 إذن VR1 يساوي 60Ω نذهب إلى تمرين رقم 2 طلب مننا حساب شدة التيار EC وحساب المقاومة RB كما تلاحظون تمرين 2 يحتوي عبارة عن دارة تحتوي على مقحة الانبيان المقحة الانبيان سنعالجه إن شاء الله في الدروس القادمة كما تلاحظون طلب منكم حساب EC المقاومة RK يمر عليها تيار EC والمقاومة AC يمر عليها نفس التيار EC لأن مقاومة RK و AC على تسلسل لماذا؟ لأن العجل الحر ديود في الاستقطاب العكسي ويمثل قاطعة مفتوحة ووظيفة هذا ديود حماية المقحة الانبيان من تيارات التحريضية ناتجة عن تحريض ذاتي للوشعة قم بإيقاف الفيديو وحاول في هذا التمرين وعند انتهاء من المحاولة عد تشغيل الفيديو ولاحظ الإجابة النموذجية حل التمرين رقم 2 كما تلاحظون سأحول هذه الدارة إلى دارة أخرى مكافئة وبسيطة كما تلاحظون هذا مصدر جهد VCC أحول بهذا الشكل ثم تلاحظون أن التيار يمر إلى الوشعة أولا أرسم وشعة على تسلسل مع هذا المصدر الجهد بعد الوشعة تأتي المقاومة RC على تسلسل مع المقاومة RK أرسم المقاومة RC على تسلسل مع الوشعة بعدها يأتي المقحل ويربط عن طريق الجامع C بهذا الشكل أربط هذا المقحل بالجامع C والباعث لهذا المقحل مربوط بالمأخذ الأرضي إذن باعث هذا المقحل أربطه بالقطب السالب تصبح دارة الخروج بهذا الشكل أما دارة الدخول فنلاحظ أن مقاومة RB مربوطة بالقاعدة المقحل باس وأن الجهد التغذية هو V entre بهذا الشكل فتصبح دارة بسيطة جدا هذه الدارة تسمى دارة الدخول وهذه الدارة تسمى دارة الخروج للمقحل فلنبدأ في سؤال رقم واحد في سؤال رقم واحد طالب مننا حساب شدة تيار EC إذن تيار EC يمر عبر الوشعة وهو نفسه التيار الذي يمر عبر RC إما نستخدم قانون الأوم VRK لساوي تيار E في RK أو VRC تساوي RC في التيار EC وكما تلاحظون لم يعطي لنا الجهد VRK ولم يعطينا الجهد VRC في هذه الحالة نلجأ إلى قانون العروت وبالضبط عروت الخروج كما تلاحظون استقطابية الجهد VCC مع اتجاه التيار أما باقي العناصر الكهربائية فاستقطابيتها دائماً وابداً عكس التيار إذن من عروة واحد مجموع الجهود يساوي الصفر VCU تساير العروة فهو مقدارها موجب VRC كذلك تساير العروة مقدارها موجب VRK مقدارها موجب أما VCC عكس العروة مقدارها سلب إذن VCU ZVRK ZVRC ناقص VCC يساوي الصفر هنا في هذه الحالة نحن نريد تيار EC إذن هنا نطبق قانون OM في VRK وفي VRC لنستخرج تيار EC فتصبح العبارة بهذا الشكل VCU الجهد بين كوليكتور وإيميتور زايد VRK بقانون OM تساوي EC في تيار RK زايد VRC وتساوي EC في RC ناقص VCC وتساوي الصفر إذن نستخرج عامل مشترك وهو تيار EC وهو المطلوب إذن EC في RK زايد EC في RC ماذا تساوي تساوي VCC ناقص VCU ستوري إذن نستخرج EC عامل مشترك إذن EC ماذا يساوي يساوي ما بين قوسين في RK زايد RC الكل الكل تساوي VCC ناقص VCU إذن EC يساوي VCC ناقص VCU الكل على RK زايد RC وهي المقاومة المكافئة لهذه الدارة إذن EC يساوي VCC اللي هو 9V ناقص 0.9V على 60 زايد 21 إذن EC ماذا يساوي يساوي 0.1 أمبير عزيزي الطالب عندما تستقدم قانون الأوم بكثرة مع قانون العروات سوف يتطور تخمينك في هذه الحالة تحسب التيار EC بهذه الطريقة إذن تيار EC وهو التيار الكلي لدارة الخروج إذن تيار EC ماذا يساوي يساوي جهد الكل المسؤول عن تغذية هاتين المقاومتين على المقاومة المكافئة لدارة الخروج إذن EC ماذا يساوي يساوي الجهد الكلي وهو VCC ناقص VCU ساتوري إذا كانت VCU ساتوري ساوي 0 إذن جهد الكلي في هذه الحالة هو VCC فقط أما إذا أعطى لك VCU ساتوري يساوي 0.4 أو 0.5 أو 0.9 في هذا المثال في هذه الحالة الجهد الكلي هو VCC ناقص VCU ساتوري أما المقاومة المكافئة كما تلاحظون في دارة الخروج هي مقاومة الوشعة مع مقاومة AC مربوطتين على تنسلسل إذن مقاومة المكافئة هي مجموع عهمة إذن EC ماذا يساوي يساوي VCC ناقص VCU على المقاومة المكافئة وبنفس الطريقة تستطيع حساب تيار EB وكذلك التيار EB الكلي ماذا يساوي يساوي الجهد الكلي مسؤول عن تغذية المقاومة RB على المقاومة المكافئة إذن EB ماذا يساوي يساوي VON3 ناقص جهد العتباع على المقاومة المكافئة وهي RB في هذه الحالة ما الذي فعلها عقلك في هذه الحالة عقلك استخدم قانون OOM واستخدم قانون عروت وجسدهم في قانون واحد وهذا يأتي بعد إجدهادك وحل تمارين كثير سوف يتطور فكركك كثيرا إن شاء الله سؤال رقم اثنين طلب مننا حساب المقاومة RB في دارة الدخول إذن نبدأ بالقانون OOM أولا الجهد بين طرفين المقاومة RB ماذا يساوي يساوي مقاومة هذا النقل RB في التيار الذي يشهزها وهو تيار EB إذن VRB تساوي RB في ERB كما تلاحظون إذن RB ماذا تساوي RB تساوي VRB على ERB ERB معلومة لكن VRB مجهولة في هذه الحالة ماذا نستعمل نستعمل عروة الدخول إذن نعين إتجاه الإصطلاح للتيار EB ثم نعين استقطابية جهد العتبة عكس التيار EB واستقطابية المقاومة عكس التيار إذن VRB ثم نعين عروة عكس عقارب الساعة ومجموعة الجهود في دارة الدخول تساوي الصفر إذن من عروة رقم 2 لدينا الجهود العتبة مع العروة ما هو موجب زائد VRB موجب ناقص V-Entree لأنه عكس العروة الكل يساوي الصفر إذن نقوم بحساب VRB إذن VRB ماذا تساوي تساوي V-Entree كننقلها الطرف الثاني واللي موجبة وV-PO كننقلها الطرف الثاني واللي سلب إذن VRB يساوي 5 ناقص 0.4 ويساوي 4.6 وبالتعويض VRB في المعادلة رقم 1 VRB ماذا يساوي يساوي 4.6 اللي لقينها VRB على 0.01 أمبير وتساوي 4.6 أم أو VRB ماذا تساوي تساوي 4.6 كيلو أم